السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم أحلى متابعين برحب فيكم وبكل مشترك جديد انضم للقناة جبت لكم اليوم أفضل 3 طرق لتخزين التوم اللي بتسهل علينا استخدام التوم ومنلاقي عنا جاهز ومنضيفه مباشرة لطبخاتنا وصفاتنا ولتتعرفوا على الطريقة تابعوا معي الطرق الفيديو أحبائي ونبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندي أنا هون كمية من التوم هذا اللي مخزنينه من الصيف هلأ هو بعد عدة أشهر وبعد فترة بيطلع من حبات التوم هيك قسم أخضر فهذا بيخلي حبات التوم تفضع وبيصير ما بنعود نقدر يعني نستفيد منه فلذلك لازم نحن نقوم بتخزينه انه نقشره ونفرمه ونشوفها الطرق هاي هلأ أول طريقة لتأشيره من نقشره فعندي أنا هيك مطربان زجاجي حطيت فيه قسم من حبات التوم وبغلق المطربان بشكل كويس وبدي هيك رجل المطربان يعني الحبات هيك بترج مع الحركة اللي عم بعمله وهو ما طبعا ما بيكون يعني القشرة آسية فبتنفصل عن حبات التوم خاصة إذا كانت حبات التوم كبيرة بيكون أسهل فهلأ هيك بعد ما هيك رجيته فضيته بهل الصحن هاد ولقيت إنه معظم الحبات بتكون تأشرت عندي ممكن ما ملاحظين بيفصل يعني الحبات عن القشر وبيطلع عندي هيك ماشاء الله طريقة سهلة وإذا كان يعني بيقيت كم حبة ما صارت ممكن نحطها بالمطربان أو نستخدم الطريقة الثانية هلأ الطريقة الثانية هي عندي هيك حبات التوم رح أضيف مي ساخنة مغلية بضيف هالمي وبغطي الصحن وبتركها لمدة نص ساعة بتنتقع حبات التوم وبيصير تأشيرة كتير سهل فهلأ هيك بعد ما انتقعت إذا بدي أشر حب التوم بلاقيها كتير سهل حتى ما بيحتاج لسكين لتأشيرة تأشير عندي بكل سهولة ومنأشير كل حبات التوم فيعني لكم الخيار الطريقة اللي بتلاقوها سهلة عليكم ممكن تستخدموها وهيك صارت عندي حبات التوم كلها جاسة لحتى نشوف طرق فرمة وتخزينها هلأ أول طريقة رح أخذ قسم من حبات التوم المؤشرة وحطها بفرامة الطعام بحط هيك قسم وبديضيف عليهم معلقة كبيرة من الملح الصخري وبفرمون هلأ أنا هوني ما ضفت غير ملح هلأ منشوفش السبب إنه لي ما ضفنا غير ملح لهي الطريقة الأولى بفرمون يعني حسب ما بتحبوه ناعم كتير أو أخشان أنا هيك فرمت بهالشكل هاد وهلأ بجهز كيس فريزر رح أفرغ هلأ التوم المفروم بهالكيس هاد هلأ هيك بواسط الإيد بدي مد التوم اللي عندي وساوي فرد يعني سطح مستوي بهالكيس هاد هاد طبعا بدي يدخل على الفريزر هلأ هيك بعد ما ساويت وهيك بشكل يعني ساويت السطح كله يعني فرد سماكة هلأ بدي استعين بالمصدر أنا هون عندي أو بأي أداة عندك النوب شان تقطيعه اطعطوا بالطول بعدين بالعرض حتى هلأ أنا سبب إنه ما حطيت غير ملح ما حطيت زيت أنا بدي هوني هالمربعات هاي تقسى عندي كتير بالفريزر يعني بعد ما تقسى باخد المربع أو اثنين أو ثلاثة وحطه للوصفة فلذلك ما ضفط للزيت حتى ما تطرى وهي الطريقة كتير سهلة وكتير مفيدة بناخد متل ما أنا مربع أو أكتر حسب الوصفة العمساوية لذلك ضفنا لفقط ملح حتى تطلع عندي مربعات آسية من الفريزر هلأ الطريقة الثانية أخدت كمان قسمة من التوم المؤشر ضفت معلقة كبيرة من الملح الصخري ونص معلقة كبيرة من السكر وضفت ثلاث معالق من زيت النباتي هاي الطريقة فيها زيت آآ آآ نباتي لأنه بدنا إياها هاي الضلطرية هلأ كمان بنشوف مراحل آآ 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 فهلأ كمان آآ بالفررامة بفرمو وحتى حصلت على هلأ المزيج هات وبتابع الكمية اللي عنتي بساوية كلها ما شاء الله شوفوا طلعت عندي كمية وفيرة بكون مجهزة مطربان آآ مطربان نظيف وبيدي آآ آآ حط هالأ التوم المفروم آآ حطه فيه آآ يعني بحط المطربان وبكبس عليه هلأ هون السبب إنه كمان حطينا ليش حطينا الزيت هون بهي بهي الطريقة لأنه أنا هون بدي طالع من المطربان بالمعلقة بدي طالع التوم من المعلقة بالمعلقة فلذلك لازم يكون عندي طريق ما يبس أو يقسى أو يقسى أو يتلج مثل الطريقة الأولى فهي أنا الطريقة حطينا لزيت حتى تظل لوطة ظلت بالفريزر آآ بس إنه ما آآ يعني آآ تقسى كتير لأني بنطالع آآ بالمعلقة بالمطربان فهذا كتير سهل كماني كتير طريقته حلوى وازهل كتير آآ�kee يعني الكمية اللي بدنا إياها بواسط المعلقة أو بيضل طريق مهما ضل بالفريزر هاي الطرق كلها بالفريزر رضي نحط هلأ الطريقة الثالثة أنا خليت هوني حبات التوم كاملة هوني بنستفيد مننا بأكلات نحن أحيانا في عنا أكلة مثلا يبرأ وراء العنى بالسوري بنحط كتير توم تحته بيكون هذا بلاقيه جاهز أو ممكن فيه وصفات بدنا شرائح من التوم فكمان هوده بنستفيد منه فهي كمان طريقة كتير مفيدة فهلأ الطرق صارت عندي جاهزة هي أول طريقة للمربعات بشكل مربعات وهي طريقة المطربان كتير ماشاء الله طرق حلوة وكتير مجربة ومضمونة وهي طريقة كمان الحب الكاملة هدول كلهم بنحطهم بالفريزر حفظهم طريقهم بالفريزر وبيدوموا لعدد أشهر ولا بيصر لهم شيء أبدا فهي طرق مضمونة ومجربة إذا جربتوها كتير رح تستفيدوا منها ورح تسهل عليكم استخدام التوم بوصفاتكم بتلاقوهن جاهزين سواء مربعات أو بالمعلقة أو الحبة الكاملة فإذا عجبكم هالفيديو أحبائي لا تنسوا تحطونا اللايك وتشتركوا بالقناة وبتشكركم كتير لحسن المتابعة